ويمتاز سباق الفرمولوان عن بقية سباقات المحركات نظرا للخصائص الميكانيكية والفيزيائية التي تتمتع بها سيارة الفرمولوان نعم ويولد محرك سيارة الفرمولوان طاقة دفع هائلة ترافقها حرارة مرتفعة داخل قمرة القيادة ما يولد ضغطا شديدا على السائق عندما نتحدث عن سباقات الفرمولوان فللوهلة الأولى تأخذنا أذهاننا إلى مشاهد السباق وما نعيشه من لحظات ممتعة ومشوقة خاصة لمحبي هذه الرياضة ولكن دعونا نضع هذا السباق تحت المشهر ونكتشف بعض المشاهد التي لا ترى ولا يمكن رؤيتها إلا بالعين المجردة فهناك قصص وحقائق وراء الكواليس يعيشها فقط سائق الفرمولوان منها أنه يمكن لسائق الفرمولوان أن يخسر حتى أربعة كيلوغرامات من وزنه خلال السباق بسبب ارتفاع درجة الحرارة في قمرة القيادة أما وفقا لتعليمات منظمي سباق فرمولوان يجب أن يبلغ الوزن الإجمالي للسائق وكرسي القيادة ثمانين كيلوغراما كحد أدنى وإذا كان وزن السائق أقل من ذلك يتم تركيب أوزان إضافية هذا وقد صممت خوذة سائق فرمولوان لتتحمل الهبة النيران بدرجة حرارة تصير إلى ثمانية درجة سلزية وذلك لمدة خمس وأربعين ثانية هذا ويسمح لفرق فرمولوان باستبدال ثلاثة محركات كحد أقصى للموسم الواحد ويجب على المحرك أن يعمل بكفاءة لسبعة سباقات على الأقل هذا ويمكن أن تنتج إطارات سيارات فرمولوان فتاة من المطاق أثناء السباق حيث يتراكم هذا الفتاة على جوانب مضمار السباق مع مرور الوقت وقد يشكل عائقا أثناء القيادة بحيث يجعل عملية التجاوز صعبة جدا يتعرض سائق الفرمولوان لقوة ضغط رهيب عند الإنعطاف أثناء السباقات تصل إلى ست مرات من وزن السائق ويعد هذا الضغط أقوى بمرتين من قوة الضغط التي يتعرض لها رائد الفضاء عند انطلاق المكوك من الأرض ويجب على سائق فرمولوان اختبار كفاءة المرايا الجانبية الإلزامية في سيارة السباق الخاصة بهم من خلال اختبار النظر الذي يتم عن طريق قراءة الأحرف المقطعة والموضوع على مسافات مختلفة خلف قمرة القيادة إذن بعد هذه المعلومات والحقائق أدركنا كم يبدل سائق الفرمولوان من جهد وقوة حتى يستطيع أن يصل إلى القمة ومنصة الفوز